فدي اهم حاجات انت لازم تركز آآ عليها الوقت بتاع الاسئلة السؤال اللي ما تعرفوش روح للسؤال اللي بعدين على طول آآ ما تقراش وبعكية تروح للاجابات لأ انت ارى سؤال روح اقرأ قطعة طلع الاجابة وروح للسؤال اللي بعدين اقرأ القطعة طلع الاجابة وهكذا الاجابة اللي ما تلاقيهاش خلص كل اربع او خمس اسئلة انقل الاجابات من ورقة الاسئلة لورقة الاجابة عشان في اخر الامتحان مش بيديك وقت انك تنقل آآ حاول مذاكرتي كان ان انا بحل كتير طبعا على قد ما بقدر هو دي كانت طريقة المذاكرة بوقتي يعني تحط الوقت قدامك وانت بتزاكر او انت بتساعد الامتحان اكنك بامتحان بالزبط علشان تبقى متعود على العام الوقت ومركز فيه وعارف انت بتحلت دقيقة تقريبا سؤال صح ولازم تحاول انك على الاقل تبقى بتحل اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين سؤال صح يعني اكتر من تلاتين بتلات اربع اسئلة لان انت وانت بتحل في البيت غير وانت بتحل في الامتحان مع تانيش ان الامتحان طبعا وضغطه الكلام ده فالموضوع ممكن يبقى موتر اكتر فانت لو عايز تجيب السبع حاول تبقى بتحل على الاقل خمسة وتلاتين سؤال صح عشان في الامتحان والله جبتي تلاتين خيشت في اتنين تلاتة وفوق يعني من الخمسة تلاتين. يبقى خلاص انت برضو في و جاي بالتلاتين. ده ببساطة كده امتحان الموضوع مش مش صعب طالما انت اه ضابط وقتك وماشي بالخطوات دي. بس يعني هو ده اللي انا عايز اقوله في الريدنج وان شاء الله تجيبه على بركة. سلام.